طبعا خلال زيارات الثمانة اللي صارت بالكويت وكان حتى قبلها في دبي وعمان وفي ابو ظبي بمصر خلال زياراتك اكتشف ان واحد من الشغلات اللي تميز المنطقة بالخليجي بشكل عام ان شركات النفطية تستثمر اكثر الشركات اللي تستثمر في تطوير القياديين اللي موجودين معاها طبعا لنا هي الشغلة هذه اننا قاعد نشوف في مثلا بامريكا القياديين هناك اذا غلطة وغلطة معينة في الشركة احتمال شركة تفلس احتمال تسكر خلاص احتمال يحاسبونها ويطردونها وهذا احتمال كبير بس يقول بما ان هنا مثل بالكويت عندنا مثلا يعني خلوا اسالة موجودة والناس موجودين في مكانهم حتى لو في غلطة يعني ما ما راح تبين كبيرة وراح يستمر كل شيء مثل ما هو عليه عادي واسطة بالضبط هذه واحدة من التحديات اللي دائما نواجهها حتى في السمينارات اللي احنا نسويها في برنامج القيادة شغلة ثانية وايد مهمة قاعد هل هي شغلة ايجابية ويقول عنها شغلة ايجابية لان ما تأثر على الاتصادي بشكل مباشر يعني لحد الحين الشركات ماشرة على البزنس بشكل مباشر بس كوظيفة وكمهنة وكأساسيات غلط با أساسيات غلط واحدة من شغلات اللي ذكرها قال لان احتمال يكون في واحد ساعات شل يصيروا اياه اللي يصيروا اياه مثلا والله بالقيادة اللي سوى غلطة احنا ما ما نقول لنا في واحد احسن منه يمسك مكانه بس الناس اللي حوالي هما يتعبون زيادة على اساس اللي حاولون يغطون على اخي خالد طبعا احنا وصلنا الى يعني اخر الحلقة ما شاء الله يعني كل شي بسرعة 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 قاعد يمشي اول شي قبل ان نعرف هذيلا شنو ودنا يكلمنا بنصيحة نوجهها لكل المشاهدين سواء كانوا مشاهدات او مشاهدين او رجال يعني ان شنو الاساس الواحد ممكننا يبدي في الخطوة الاولى من الان حتى يكون وهو انسان ناجح وليش هذيلا وآخ girبيوما أن تتعرفك ما الآخ incarn هناك انظروت بشكل مانعبش بشكل ماذا مبارك في العهر وعمل من القناة الرسالي من م 就是 المنتقل لحظيقة ويقف بالفعل هو أنهم يحظون على مكتاب التنظب وأنهم أفضل وأنهم أفعبد . أندت أن يحظون تفهم وأنه يحظون تفهم أنهم يحظون شراء أنهم لا يحظون تحظون عليا المعبشينре من الحظ الذي يحظون أنهم يحظون لأنك تعتقد في طريقات حوالك لتعرف المجتمع ومعرفة المجتمع وهذا هو لذلك أنك هناك الآن أخرى يمكنك أن يكون هناك مجتمع ويجب أن يكون هناك يمكنك أن تكون لها وعلى شغلاته هذه المجتمعات التي تتحدثنا ليس فقط برنامج القيادة نحن نبي حق برنامج الغداء العقلي للنجاح فأقولوا أنت عشان تكون ناجح لتشوف فرص معينة جدامك لكنك لم تنتبه لها فيه ناس تانين قد يكونونهما ناجحين مثلما أنتو ناجحين موجودين الحين وفيه ناس من مكانهم يكونون في مكانكم بسهم للأسف ما أخذوا خطوة إيجابية لجدام فأنتو من اليوم موجودين يناجحين طيب وش راح يساو فيهم؟ عشان الوقت لديك فقط واحدة لن تنتبه لذلك المجتمع ما المجتمع هو إذا كنت تعتقد في هذا المجتمع كم مجتمع كم مجتمع مجتمع لن يمكنك فرصة تحتفر ولكن ن معضل الناس تضعوا عددنا من مجتمع من بسنوع المترجم للقناة بس في الواقع اذا انت تركز بمكانك انت تكسرها بالنص احنا نقدر نقول للمشاهدين ان الواحد لما يركز ويحط في باله شيء راح يقدر يوصله بمجرد ان اهو يركز ويحط كل تركيزه في هذا الشيء ويمشي فيه خطوة في خطوة ويحط فيه نفسه او في قرارة نفسه ان اهو انسان راح يوصل الى الهدف طره ما قاعد يمشي صح ويستشير شكرا اخوي خالد شكرا احنا نقول لكم مشاهدين ان اللي فازت معانا اسمها منو؟ شي اسمها؟ غصون الاخت غصون فازت معانا لتش الهدية من مركز بيان لطب الاسنان هدية قيمتها بميو ونشوفكم الاسبوع الايام في حلقة جديدة مع السلام مع السلام